في نوعية من المسائل اللي هي ما لها الشغل بولا مثل نمثل تعلمن او راح نتعلم ؟ ما لها الشغل بسبربيل ولا لينير ولا اكزاكت ولا برنولي نهائيا ما لها الشغل بولا مثل هذه النوعية من المسائل الشي تقول لي يطيخني أن يوضحين المواد ويطيخني العمل الذي قد أبحث عشان اطلع سلوشن يطيخني العمل مجال جاهز ويقول لي أثبتيلي ان هذا الكلام هو فعلا علم التالي يعني احنا ممكننا ناخذ معادلات وايد كنا نحل بسبب ربال لينيار هموجينيس ماش شنو عشان اطلع السلوشن النهائي اوه يعطيني الهاتف ويعطيني السلوشن ويقول لي اثبتي لي ان هذا فعلا السلوشن اذا اوه فعلا السلوشن معناته اوه راح لازم يحقق لي المعادلة شنين يعني لازم يحقق لي المعادلة حين مثلا قبل كنا نقول اذا اكس مثلا يساوي او ماينس اربعة اوخي نقول معادلة تربعية معادلة تربعية قبل مثلا ناخد ماينس فور اي اي ان كان معادلة تربعية نزين ما عارف نقرب لكم مثال المهم انه كنا لما نطلع قيم اكس شنقول نقول اذا عوضنا ب اكس هني صح الطرف الاي من راح يساوي الطرف الايسر قيم اكس اللي انا اطلعها من تحليل المعادلة نزين لازم تحقق لي المعادلة هذي نزين نفس الشي بالدفرنشل اكويجن اذا اعطاني دفرنشل اكويجن وقال لي ترى هذا سلوشن لازم لما اعوض فيه بالمعادلة لازم الطرف الايمن يساوي الطرف الايسر لازم بما انه why اذا اذا اخنا نقرب لول اذا اعطاني دفرنشل اكويجن وقال لي اثبتيلي او شو ذات انه why اللي تساوي دالة معينة اي ان كانت شو ذات انه why is the solution بما انه هو solution اذا لازم الطرف الايمن يساوي الطرف الايسر لازم لازم مثلا مثلا يعني خلنا اخذ المثال هذا هني يقول لي شو ذات انه why is the solution of the differential equation اثبتيلي ان هذا السلوشن why وهو فعلا سلوشن حك هذي المعادلة التفاضلية اذا عوضت فيه لازم الطرف الايمن يساوي الطرف الايسر مو هو قاع يقول لي solution بما انه solution لازم الطرف الايمن يساوي الطرف الايسر انزين بس انا هنا ما عندي why بس انا عندي why prime y prime prime شلو نعوض عن هذي هنا واثبت انها solution ما عندي why prime صح اخذاني هذي بس ما عندي هذي ولا هذي فيقولك اخذي هذا السلوشن اللي هو قاع يقول عنه احنا مو نتحس بالdifferential equation عشان نطلع ال y من ال y prime هذي او من ال y prime prime احنا نبي نشيل الاشتقاق يبي نتخلص من المشتقة ونطلع السلوشن why فهذا المفروض انه لما اشتقى وعوض هني ولما اشتقى مرتين وعوض هني ولما اعوض في direct هني المفروض ان الطرف الايمن يساوي الطرف الايسر خنجرب خنجرب اخذي هذا السلوشن واشتقي مرتين تمام اخذيه واشتقي مرتين فه اول شي عندي ال y شنو ال y هي عبارة عن e os 3x ال y prime عبارة عن شنو هذي exponential function شون نشتقها ننزل ال os ونشتقها ونضرب ال e نفسها ال e هي نفسها في مشتقة ال os شنو مشتقة ال os 3x شنو مشتقة 3x 3 ال e في مشتقة ال os كام مشتقة ال os وال e تنزل شنو نفسها نزل ابيها الحين y prime prime اللي بعوض فيها مني اشتقيها مرة ثانية هذي exponential ما ليشغل فيه عدد ينزل exponential اشتق ال os ونزلها نفس مائه واشتقت ال os 3x 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 9 بال e نفسها تمام صار عندي هذا اخذ ال y وعوض فيها مني واخذ ال y prime وعوض فيها مني واخذ ال y prime prime وعوض فيها مني والمفروض ان الطرف الايمن يساوي الطرف الايسر فخلنشوف عندي ال y prime prime اللي هي 9 مضربة ب e 3x مائنس ثمانية في ال y prime اللي هي 3 في e 3x بلس 15 بال y اللي هو مع بنياها e 3x equals 0 هذي عندي 9 e 3x مائنس 24 في e 3x بلس 15 في e 3x equals 0 حلو هذا بلس هذا يعطيني بلس 24 e 3x وهذي مائنس 24 e 3x فبالتالي راح يصير 0 يساوي 0 ال left hand side يساوي right hand side اذا y is a solution حق الدفرانشال اكويجن تمام شوفوا الترك هذي مسألة فيها ترك يقول لي determine the values of r for which y equals t us r is a solution of the differential equation قاعد يقول لي شنو y هو solution حق المعادلة هذي وبما ان y is solution حق المعادلة هذي طلعي لي قيمة r شون اطلع قيمة r حبه حبه احنا مو قلنا بما ان اوه solution لازم يحقق لي المعادلة بل قلنا اكتبنا شدي بما ان y is solution اذا لازم يحقق لي المعادلة هذي شي بيني وبين نفسي اذا لازم left hand side يساوي right hand side ما تكتبون هذي بمخكم يلا الحياة انا بحاول عن هذا مني صحي شنو محتاجة y prime prime وال y prime وهو معطيني ال y هذي ال y عوض فيها مني direct وال y prime اشتق هذي وعوض عليها مني وهذا من وين اجيبها اشتق هذي مرتين وعوض فيها مني مرة ثانية انزين فيلا ال y تساوي t us r محتاجة مشتقة اولى اشتقها ال y prime راح يساوي هذي دعلا اصية شون اشتقها انزل ال us واخصم منها واحد فراح يصير عندي r t r minus 1 اشتقها مرة ثانية شون راح يصير عندي اشتقي هذي شون اشتق هذي هذي شتوي فيها ها مرة ثانية انزل ال us واخصم منها واحد فراح يصير عندي r r minus 1 في t r minus 1 minus 2 بعد ما خصمت منها واحد هو اردي minus 1 اخصم منها بعد واحد ثانية فراح يصير شنو minus 2 انزين الحنشة سوي اخذهم ثلاثتهم واعوضهم بالمعادلة هذي المعادلة الكبيرة اللي هيجي تقول لي y prime prime لا t تربير minus 4 t y prime plus 6y equals 0 انزين الحن عوض عن y prime prime عوض عن y prime وال y يلا y prime prime هي عبارة منو كآخر فراح يصير عندي t تربيع مضروبة y prime كلها صح اللي هي r في r minus 1 في t r minus 2 حلو هذي كلها منو y prime minus 4 t في y prime اللي هي هذي r في t في r minus 1 انا بس قاد عوض الحين ما سويت شي plus 6 بال y اللي هي t plus r equal zero زين شا سوي الحين راح ادخل الاشياء داخل اللقص هذي t تربيع لما اضربها مني راح يصير عندي t ضرب t صح نفس الاساس والأسس شي صور فيها تنجمع فplus 2 و minus 2 يطيرون فراح اضلي شنو t plus r مرة ثانية مرة ثانية هذي شي صور فيها راح ادخلها مني زين راح تصير عندي r r minus 1 وهذه t r minus 2 هذي هي نفسها والحين هذي بدخلها مني زين مضروبين فالاساس راح تنجمع فراح يصير شنو فهذي راح تصير t plus r زين اروح اقل حد الثانية الحين هذا minus يلا دخلي الاربعة t هذي اربعة t خلي الاربعة برا انا مشكلتي ببع t الاحين بدخل t اضربها مني فt ضرب t هذي plus 1 وهني minus 1 راح يطيرون باش راح يصير راح يضل عندي r في t plus r زين وهني plus 6 t plus r equal 0 وبعدين لازم اكتب اطل اقواس بعد الحين شنو ابي انا بقيمة r صح ولا شنو ابي ابي قيمة r يعني ابي قيمة هذي ابي قيمة هذي ابي قيمة هذي اللي فوق زين حلو الحين هذي انا لو ضربت وبصت راح تصير عندي معادلة تربعية سهل اني احللها واطلع قيم r لانها معادلة تربعية احللها واطلع قيم r لكن t s r شون اتخلص منها شون اصير عندي معادلة تربعية وانا ضايقتني t s r يقول سهلة اخذ t s r عامل مشترك وقسمي طرفين المعادلة عليها تصير عندك معادلة تربعية يعني اخذ t s r عامل مشترك شو بقالش من هني r في r minus 1 صح minus 4 r plus 6 equals 0 قسمي على t s r الطرف هذا كله وقسمي مني t s r شي صح ولا صار عندك شنو معادلة تربعية بطلي هذي بالمرة راح يصير عندك r تربيع minus r minus 4 r plus 6 equals 0 minus r و minus 4 r تربيع minus 5 r plus 6 equals 0 هذي معادلة تربعية حل لها طلعي قيم r راح تطلع عشان قيم r 2 r equals 3 وهذا الحل المتوقع لان يقال determine the values of r يعني عندي كذا قيمة r كل المسائل ترى اللي يطلب فيها مثلا قيمة r و x وهذول يكون us ويعطي نفسها الطريقة ويابي قيمة r ترى راح تنحل به الطريقة لازم لازم بالنهاية تصل لحق معادلة تربعية تحللينها ويطلعين قيمة ال variable اللي اهو يبي ترجمة ترجمة